كابتن محسن من الناس الشخصات الجميلة أول قريبة مني اشتغلت معاه أول من ميسك مدير فاني متخب مصر واشتغلت معاه مدرب عام واكتشفت الشخصية بتاع كابتن محسن من خلال الفتر العشرتها معاه في السفريات وفي المباريات لكن هو من الشخصيات اللي أولاً ده مخفيف جداً وليقف فيها جميلة جداً وهو خليل الكلام بس لما بيتطلع منه كلمة بيبقى يعني إيه لازم يتضحك يتتأثر يعني هو شخصية جميلة في صراحة يعني الفترة دي تعلمت كانت أول واحدة أشتغل معاه في منتخب مصر تعلمت حاجات كتيرة جداً كان دايماً يوجهني يقول لي بلاش كذا يعمل كذا فاعتقد من واجبه علي أنه لازم أديله حقه وأتكلم عليه كلام يستحقه بصراحة يعني كابتن محسن صالح كلاعب اتفرجت عليه في التلفزيون كان أبيض واسود لسا ما عاشرتوش في الملاعب اللي هو أكبر مني يعني لكن طبعاً كان من النجوم الكبار جداً يعني اتفرجت طبعاً لما كبير يقول الأهداف وستيل اللاعب وبتاع فلا كان لعب كويس مدرب أنا عن نفسي حتى مرة كان فيه موقف كنت قاعد مع دكتور عمارة وبيسألني بيقول لي أخبار كابتن محسن إيه قلت له كوتش كبير فيه فترة اشتغلنا مع كرول قلت له أنت تقلب تأكس تخلي كابتن محسن صالح هو كوتش والمدرب هو كرول ودي أنا بقى دي أول مرة كابتن محسن يعرفه على فكرة يعني وكنا عاديين وقال لي يا قلت له آه كابتن محسن في الملعب كاتكتك ويوكاتشانا أحسن كتير جداً جداً من روت كرول يعني بقول له ربنا ديكي الصحة كابتن محسن ونسمع عنك دائماً كل خير وأنا ببقى سعيد لما بسمع عنك خبر حلو أو بطمن عليك بتكلمني أو بكلمك وأتمنى أنت أكون لسه يعني بالشياكل اللي أنت كنت فيها كان هو أسيم قوي يتهتمي بنفسه ده من مراية وبتاعه فأتمنى أن أنت بقى تبقى إيه لسه في الشياكل اللي أنت كنت فيها يعني أنا عارفك أنت كله بتجور بتحلو هترد عليه يا أسيم وترد علىك علاقة من الشخصيات الجميلة الراقي يعني معدنه أصلي وكان لعيب مميز ولما تشتغل معاه بتسمع منه أراء مخنعة يعني رغم أنه كان لسه في بداياته في التدريب لكن كان عنده أراء مخنعة كنت دايماً أقول له علاق أنت شغلتك معي هتدي لك اختصار في العمر الزمني بتاعك عشر سنين يعني هتوصل قبل جيلك بعشر سنين أحاول أنك أنت إيه يعني تنتهز الفرصة دي وتثبت جدرتك عشان لما تمطلق بعد كده تشتغل في الأندية يبقى لك الاسم اللي يقدر يسندك والمكان اللي تقدر تقوده أخلاقياً شاب ممتاز هذا يا علاق بملايين الملايين من الكابتون محسن ترجمة نانسي قنقر